هذه أبرز العنوين الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكعفة يصدر بلاغا رسميا يؤكد من خلاله إقامة كأس أمم إفريقيا في المغرب في هذا الموحد برشلون الإسبانية يفاجئ العالم ويقرر ضم نجم المنتخب الوطني المغربي الصاعد إلى صحوفه بصفقة كبيرة هذا الصيف الهدف المغربي عبدالرزق حمد الله يتفق مع إدارة نادي اتحاد جد السعودي على مغادرة النادي هذا الملكاتو ووجهته القادمة تفاجئ الجميع النجم الفرنسي كليانا مبابي يصدم إدارة باريسان جرمان الفرنسي بقرار غير متوقع بسبب مستحقاته العالقة أزيد من مئة مليون يورو اصدر الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكافة بلاغ المساء أمس الجمعة أكد من خلاله موعد إجراء قرأة كأس أمم إفريقيا مقرار قامته في المملكة المغربية خلال الفترة ما بين الواحد والعشرون دجنبيرا الفين وخمسة وعشرون والثامن عشر يناير الفين وستة وعشرون أكد الاتحاد الافريقي لكرة القدم في بلاغ رسمي نشر على موقعه تحديد افتتاح كأس أمم إفريقيا المغرب الفين وخمسة وعشرون في الواحد والعشرون من دجنبير الفين وخمسة وعشرون بالمملكة المغربية وفي العاصمة الرباطة وقررت اللجنة التنفيذ لاتحاد الافريقي لكرة القدم في اجتماعها اجراء مباراة نهائية للمسابقة القارية في الثامن عشر من شهر يناير الفين وعشرون بمدينة الرباطة العاصمة المملكة المغربية ويذكر وانر كافا حدد يوم الخاميس الرابع يوليوز موعدا لسحب قرعة التصفية البطولة القارية الافريقية في جوهانسبورغ بجنوب افريقيا على الساعة الواحدة والنصف بتوقيت غرينيتشا كشفت صحيفة لكيبال فرنسية ان اللاعب المنتخب الوطني المغربي الصعيد الاقل من 17 سنة محمد حموني يحظى به اهتمام اندية الدورية الاوروبي وخاصة الاسبانية بعد نهاية عقده مع فريقه الخالي لهافر الفرنسية واكدت المصادر نفسها لصحيفة لكيبال فرنسية ان نادي برشلون الاسباني مهتم بالتعاقد مع النجمة المغربية محمد حموني بعدما المستوى الجيد الذي قدمه رفقة فريقه التاني لنادي لهافر الفرنسية وتصدر الاشارة الى ان اللاعب المغربي محمد الحموني البالغ من عمر 17 سنة خضى 13 مبارات رفقة فريقه لهافر الفرنسي التاني في جميع المصابقات اعطى خلالها تميرتين حاسمتين فقط وجد با محمد الحموني الانظار اليها بعد مشاركته مع المنتخب الوطني المغربي الاقل من 17 سنة في كأس العالم التي كانت قد اقيمت في اوزباكستان والتي من خلالها تصدر مجموعتهم وقدم اداء متميزا وباهرا كان من ابرز المواهب المغربية في تلك البطولة حاضية بعدها باهتمام العديد من الاندية من الدورية الاوروبي مثل بارستان جرمان بارشلون والى ذلك من اندية الدورية الالماني لكنه فضل التريت والبقاء في نادي لهافر التاني قبل الحسم في انتقاله هذا الصيف يستعد نادي الاتحاد جد السعودي لكرة القدم لفسخ عقد الدولي المغربي عبد الرزق حمد الله بعدما قررت ادارة الفريق التصريح اللاعب لمنح فرصة اكبر للمهاجم الفرنسي كاريم بنزيمة الذي يشغل نفس المركز مع ابن حاضرة المحيطة اشارت التقارير الاعلامي السعودية الى ان النجم المغربي عبد الرزق حمد الله توصل الى اتفاق نهائي مع مسؤول نادي اتحاد جد يقضي بفسخ عقد الذي يجمعه بالفريق والذي يمتد الى غاية صيف سنة 2025 افادت المصادر نفسها لان نادي الاتحاد يضع اللمسات الاخيرة على ملف مغادرة الدولي المغربي عبد الرزق حمد الله تمهدا للاعلان رحيله بصورة نهائية رغم مطالب فئة عريض دميال جمهير بالاحتفاظ به بعد تألقه الكبير واللافتة في الموسم الماضي في وقت لم يقدم بنزيمة ما كان منتدع منها اكدت المصادر ذاتها ان عبد الرزق حمد الله دخل اهتمام دائرة اندية سعودية جديدة للتعاقد معه خلال الملكات الصيفية الجاري ابرزها الفيحاء والرائد والشباب والخليج في دور رشن اضافة الى اندية اخرى من الدوري نجوم قطر التي ترغب في الدفع بخدمتها وانتقل عبد الرزق حمد الله الى نادي اتحاد جديد سعودي قادما من نادي المصر في الملكات الشتوي لسنة 2022 حيث توج رفقته بالبطولة دور رشن وكأس السوبر فضلا عن مشاركته في كأس العالم الاندية وحصوله على لقب هداف الدوري الموسم الماضي وشارك حمد الله في 24 مباراة في دور رشن الموسم المنقذ مسجلا 19 اهدافا وكان وراء تميرتين حاسمتين كما خاطت 8 مباراة في دوري ابطال اسيا سجل خلالها 4 اهداف و3 مباراة في كأس الملك مسجلا 4 اهداف وهي حصيلة التهديفية تفوق بكثير ما حققه كاريم بن زيمة داخل فريق الاتحاد طلب كريان بابي رسميا من ناديه السابق بريستان جرمان بالحصول على رواتبه ومكافآته الغير مدفوعة تصل قيمتها الى نحو 100 مليون يورو بحسب ما كشفت صحيفة لكيبار رياضية وتم تقديم الطلب من قبل محامي بابي لرابطة الدوري الفرنسي للمحترفين التي تنص لوائحها على وجوب دفع الرواتب في موعد لا يتجاوز اليوم الاخير من كل شهر وكانت وسائل الاعلام قد ذكرت في وقت سابق ان بريستان جرمان لم يدفع رواتب شهر ابريل لأي نجم الذي يمتد عقده معه حتى 30 يونيو لكنه سينتهي دون التجديد وعقد وقع بابي بالفعل مع صفوف ريال ماضيذ في الخامسة المقبل وتشير الان الى ان الندي المملوك القطريين لا يبدو ان لديه النية لدفع الرواتب الشهرية للنجم الفرنسي كليان بابي اشتركوا في القناة